أعزائي طلبات وطالبات الصف الثاني الثانوي القسم العلمي تحياتي وتحيات أسرة البرنامج ببداية حلقات جديدة من مدرسة على الهوى والحلقات بس للصف الثاني سواء شعبك العلمي أو الأدبي وده تعتبر بداية كويسة أن تكون برامج على الهوى لكل طلبة المرحلة الثانوية للصفوف الثلاثة سواء كان الصف الأول أو الثاني أو الثالث الثانوي عارفين برنامجنا حيكون إن شاء الله في معاده الطبيعي كل يوم اثنين من الساعة واحدة للساعة اثنين وعلى فكرة ده مش معاد الأحياء فقط ولكن طوال الأسبوع من الساعة واحدة للساعة اثنين دي هتبقى موعيد لمناهج الصف الثاني السنوي بنوعي لكن تعرفين إن طلبة الثانوية العامة الصف الثاني السنوي ده برامجها تعمل تبقى من اثناشر لوحدة ومن تمانية لتسعة ومن تسعة لعشرة ده يمكن موعيد تلتة سنوة عشان كده بننبه عشان الناس تقدر تتابعا تعديلات اللي تمت على البرامج ومواعدها كان هدفها إن يدخل أكتر من مادة بالنسبة لهذه المناهج بمعنى إن أنا عايز يبقى طالب أولى سنوي وتانية سنوي وتالتة سنوي كلهم مشاركين معنا في البرنامج أو مدرسة على الهول منهج الصف الثاني السنوي منهج جميل جدا بيمكن ده بداية الصف الثالث سنوي بيدرس مجموعة من الوظائف اللي بيقوم بيها الكائن الحي فهنا عندنا خمس وظائف هندرسهم في سنة تانية سنوي إن شاء الله الصف الثالث سنوي بندرس باقي الوظائف الوظائف الخمسة المتعلقة بمنهج الصف الثاني السنوي تبدأ بالتغذية والتغذية هناخدها التغذية في النبات والتغذية في الإنسان وبعدين الفصل الثاني هنتكلم على النقل والنقل معناها انتقال الغذاء والأكسجين عبر سائل الدم واللنف لكذا هناخد النقل في النبات وناخد النقل في الإنسان والنقل في الإنسان يمثله جهاز اسمه الجهاز الدولي نيجي لثالث فصل أو ثالث صفة تميز بها الكائن الحي هي التنفس وظيفتي التنفس ايضا هناخدها في النبات وايضا هناخدها في الإنسان المتمثلة في الجهاز التنفسي الجزء اللي بعد كده هو الإخراج والإخراج بيتم ايضا في النبات وفي الإنسان إخراج في النبات بيتم بعمليتي اسمها النتح والإدماء لكن إخراج في الإنسان بيمثله جهاز البولي بالإضافة للجلد والكبر ونختتم منهد الصف الثاني الثانوي بالإحساس والإحساس في النبات وإن كان غير واضح والإحساس أيضا في الإنسان ويمثله في الإنسان الجهاز العصبي بمعنى ذلك أنه لما نمر على الخمس وظائف الحيوية اللي في الجزء هنقول التركيب والوظيفة يبقى الباب أساسا اسمه التركيب والوظيفة في الكائنات الحية بمعنى أنه أدرس أعضاء كل جهاز كتركيب وأعضاء كل جهاز كوظيفة فأصبح العنوان التركيب والوظيفة فلما أتكلم على جهاز هضمي أتكلم على تركيب أعضاء الجهاز الهضمي ووظيفتها في هضم الطعام نفس الكلام في الجهاز الدوري أتكلم على الجهاز الدوري بالنسبة للإنسان كأعضاء وبعدين أقول وظيفة كل عضو لما أتكلم على التنفس نفس الفكرة لما أتكلم على الإخراج وأتكلم على الكلة والجلب برضو هاخدهم كتركيب وكوظيفة وفي الإحساس هناخد طبعا المخ ممثل للجهاز العصبي والحبل الشوكي وأيضا الأعصاب وهنقول برضو التركيب والوظيفة إذن مفهومنا هو التركيب والوظيفة في الكائنات الحية من خلال دراسة خمس وظائف حيوية في الجسم التواصل دايما بيبقى جميل جدا مع الطلبة كشان كده تمالي بستقبل اتصالاتكو وهقول دايما رقم التليفون في بداية كل حلقة 0-2-25-75-61-87 أي حد يقدر يكون عنده مجموعة من الأسئلة وعايز يسأل فيها أو جزء مش مفهوم أو صعب يبتدي يحضر سؤاله وإن شاء الله يكون فيه تواصل مستمر بنا وبينكم تعال نشوف أول بداية وبدايتنا النهاردة مع أول فصل من فصول كتاب الأحياء للصف الثاني الثانوي ويتناول موضوع التغذية في الكائنات الحية التغذية والهضم في الكائنات الحية التغذية تشمل تغذية في النبات وتغذية في الإنسان والهضم أكيد يقصد به الهضم في الإنسان بداية لما أتكلم على مفهوم الغذاء يعني عايز أتكلم يعني إيه غذاء الغذاء هو المصدر اللي بيستمد منه الكائنات الحية الطاقة اللازمة لجميع العمليات الحيوية للجسم عشان كده الغذاء مهم الغذاء ده مصدر الطاقة إحنا بناكل ليه؟ ده السؤال التقليدي الناس بتاكل ليه؟ بتاكل علشان تحصل على الطاقة من هذا الغذاء طب هنعمل ليه بالطاقة دية؟ الطاقة دي هيستهلكها الكائن الحي في القيام بوظائفه الحيوية أنت مش هتحصل بيه تنفس ولا إخراج ولا إحساس ولا تقاصل ولا مناعة ولا دعامة ولا حركة إلا من خلال الطاقة المستمدة من الغذاء يبقى ما ينفعش أن أنا أقول أنا عامل إضراب عن الأكل لازم أكل عشان أحصل على الطاقة ده كلمة مفهوم الغذاء إذن الغذاء هي مادة خام علشان يحصل منها الكائن الحي على الطاقة بالإضافة أنه ليه علاقة بالنمو يبقى مش مجرد فقط طاقة بس لا ده كمان بيديني الأحماض الأمينية علشان يبتدي الجسم ينمو من خلالها وبالتالي أعوض ما يتلف من خلايا الجسم يبقى أهمية الغذاء أقدر أستمدها في ثلاث حاجات واضحين قدامي الغذاء مصدر للطاقة الغذاء سبب النمو الغذاء بيعوض ما يتلف من الخلايا والأنسجة سواء كانت ماتت سواء كانت فقدت لكن مفهوم علم التغذية يختلف عن كلمة الغذاء التغذية إيه هي مفهوم التغذية التغذية هي الدراسة العلمية للغذاء والطرق المختلفة التي تتغذب وسطها الكائنات الحي دراسة العلماء بيعملوها على طرق الحصول على الغذاء وكمان الكائنات إزاي تحصل على غذائها وانتو عارفين إن فيه عدة طرق للحصول على الغذاء طيب تعاني شوف أنواع التغذية وأنواع التغذية بتقول إزاي الكائنات تحصل على غذائها لو بصيت على نوعي التغذية الأساسية فيه تغذية ذاتية وفيه تغذية غير ذاتية علشان أود أطبق الكلام ده كويس جدا لازم أفهم ما معنى كلمة تغذية ذاتية التغذية الزاتية هو أن يحصل الكائن حي على غذائه ولا إنه هو اللي يصنع غذائه طب ده ذاتي معنى كلمة ذاتي يعني يعتمد على نفسه فيه بعض الكائنات اللي بتعتمد على نفسها في الحصول على الغذاء وفيه كائنات بتعتمد على غيرها في الحصول على الغذاء فلما أجأ فهم يعني تغذية ذاتية معناها إن الكائنات الحية تستطيع أن تصنع غذائها بنفسها مثل النباتات الخضراء وبعض أنواع من البكتيريا اللي بتقدر تعمل بناء سواء بناء ضوئي أو بناء كيميائي اللي ما بتعتمدش فيه على الضوء اللي هو جاي من الشمس يبقى في الحالة دية الكائن ده يصنع غذائه بنفسه يبقى لما جاء أقول التغذية الذاتية معناها أن الكائنات الحية تستطيع أن تصنع غذائها بنفسها والأمثلة عندي أشهرها النباتات الخضراء التغذية الذاتية كمان لها أنواع وليها طرق يعني إيه؟ يعني أن أنا أقدر أكون مواد عالية الطاقة من مواد بسيطة منخفضة الطاقة المواد المعقدة عالية الطاقة زي مين؟ زي السكريات والنشويات والدهون والبروتينات طيب المواد البسيطة بقى اللي أنا كونت منها ده سانيوكسيد الكربون والمية والأملاح المعدنية هتلي أي كائن كده؟ أو بلاش كائن؟ هتلي أي آلة تقدر تدخلها من أحد جانبيها سانيوكسيد كربون ومية وأملاح؟ واتطلع لك من ناحية التانية نشا وسكر وبروتينات ودهون مفيش مكانة لغاية النهاردة تقدر تحول هذه المواد إلى مواد معقدة ولكن النبات الأقدر يستطيع شان كده بنلاقي بطاطس بنلاقي فواكه بنلاقي خضروات بنلاقي سكريات بنلاقي بروتينات زيوت دهون كل ده موجود في النباتات صنعة من الذي صنع وبأي طريقة؟ اللي صنع هو النبات والطريقة البناء الضوئي فعملية البناء الضوئي هي العملية اللي بيقوم بها النبات بصنع الغذاء بتاعه يبقى أنا عندي مفهوم التغذية الزاتية أن يستطيع الكائن حي أن يحصل على مركبات معقدة عالية الطاقة من مركبات بسيطة منخفضة الطاقة طب السؤال طب ليه ما يستخدمش النبات أو الكائن حي ده مواد منخفضة في الطاقة كمصدر للغذاء ما ينفعش لأن احنا قلناها منخفضة الطاقة كمية الطاقة اللي في هذه المواد غير كافية لحياة الكائن الحي وما ليه يعمل ايه؟ يوم يحولها من مركبات منخفضة الطاقة يوم يحولها إلى مركبات عالية الطاقة ليه بقى أنا بحولها إلى مركبات عالية الطاقة علشان أقدر أحصل من خلالها على كمية كبيرة من الطاقة تأجيب الطاقة دي منين؟ أكثر الروابط يبقى معنى ذلك علماء الكيميا قالوا أن الطاقة بتبقى مخزنة في الروابط فأنا لو قدرت أكثر الروابط اللي ما بين الجزيئات والزرات وبعضها يبقى أنا حررت الطاقة اللي كانت مختزنة في هذه الروابط هذه الطاقة يعتمد عليها الكائن الحي في الحصول على غذاء يبقى هي مرحلتين مرحلة بناء ويليها مرحلة هدم مرحلة البناء خد المواد البسيطة حولها إلى مواد معقدة ده بناء وبعدين هدم بالدال مش هدم بالضاد هدم أهدم بقى إيه؟ أهدم المواد المعقدة ورجعها بسيطة تاني طب أنا أستفدت يعني واحد أقول لك أنت كنت ليه بتبني؟ ودلوقتي بتهدم إيه الهدف؟ أنا ببني علشان أساعد على تكوين مركبات عالية في الطاقة وبعدين بعمل هدم أكثر الروابط اللي كونتها في عملية البناء أكثرها ثم تتحرر هذه الطاقة عشان يقدر الكائن حي يستخدمها في حياته الطاقة الأولانية اللي أنا استخدمتها في عملية البناء كان الطاقة ضوئية فما أقدرش أستخدمها في إمتاج أو في العمليات الحيوية أنا منشط جهاز أقدر أستخدم الطاقة الضوئية وأحاولها لكن أقدر أن أنا من خلال عملية البناء الضوئي أحول الطاقة الضوئية دي إلى طاقة كيميائية موجودة في الروابط بتاعة هذا الغداء فعند تكسير هذه الروابط تنطلق هذه الطاقة في صورة طاقة حرارية أخزينها في جزيئات خاصة تعرفوها اسمها الـ ATP ده بقى العملة اللي القلب يعتمد عليها في حصول على الطاقة بتاعته الكلة تحصل عليها الطاقة المعدة وهكذا جميع أعضاء جسمي تستخدم هذه العملة اللي الـ ATP في أنها تاخد منها الطاقة المخزنة إذن أنا أمام عمليتين عملية بناء يعقوبها عملية هد طيب دي التغذية الزاتية أما التغذية الغير الزاتية معناها إيه؟ معناها أن الكائنات لا تستطيع أن تصنع غذاءها بنفسها ولكنها تعتمد على غيرها من الكائنات لكي تحصل على غذاءها وبعض الكائنات الحية لا تستطيع أن تصنع غذاءها بنفسها ولكنها تحصل على غذاءها من أجسام الكائنات الحية اللي تغذت في الأول على النباتات أو على الحيوانات وكانت الحيوانات تغذت على النباتات يعني عايز أقول إيه؟ يعني الحيوان اللي تغذى على النبات الطاقة اللي كانت في الغذاء في النبات انتقلت إلى الحيوان فبقى الحيوان عنده طاقة مخزنة داخل غذاء أخده من النبات وبعدين الحيوان ده ممكن يكون أرنب فانا هاكل الأرنب فتنتقل الطاقة من الأرانب إلى الإنسان يبقى هي مرت على مرحلة أو ممكن أخذها من مصدرها المباشر أخذها من النبات مباشرة يبقى الإنسان يحصل على طاقة ممثلة في غذاء إما يأخذها بشكل مباشر من نباتات صانعة هذا الغذاء أو يأخذها من حيوان تغزى على النبات إذن بشكل مباشر وبشكل غير مباشر الإنسان يحصل على طاقة ممثلة في الغذاء بشكل مباشر إذا كان بيأخذها من النباتات وبشكل غير مباشر إذا كان يأخذها من حيوانات تغزت على النباتات من قبل ليه إحنا بقى غير ذاتية؟ لأن الإنسان والحيوان لا يستطيع أن يصنع غذاءه بنفسه هل عندك قدرة أن تتحول المواد البسيطة مثل لساني أكسيد الكربون والماء والأملاح المعدنية تقدر تصنع بهم في جسمك نشويات وسكريات ودهون وبروتينات لا يستطيع الإنسان أو الحيوان أن يصنع ذلك عشان كده لا الإنسان ولا الحيوان عمره يبقى ذاتي ليه التغذية ولكنه يصنف بغير ذاتي التغذية أما أخذ أنواحهم غير ذاتي التغذية قد يكون عضوية يسموها كائنات غير ذاتية التغذية عضوية يعني بتاكل مواد عضوية تكونت في النباتات أكلات العشب كل الكائنات اللي بتاكل عشب زي الأرانب زي الماشية زي الأغنام كل دول بيعتمدوا في أكلهم بشكل مباشر على الأعشاب فسمتهم أكلات عشب يبقى الغذاء انتقل فيهم أو انتقل من النبات إلى هذا الحيوان أو أكلات اللحوم الأسد النمر كل الكائنات ديت تاخد أكلها من خلال طريق غير مباشر يبقى أنا ما أشوف أسد بيأكل ماشية أو بيأكل أرنب يبقى معناها إزاي الطاقة انتقلت إزاي انتقلت من النبات إلى الأرنب ومن الأرنب إلى الأسد الأرنب بالنسبة لي أكل عشب لكن بالنسبة للأسد أكل لحوم متنوعة الغذاء الكائنات متنوعة الغذاء اللي هي تستطيع أن تأكل النباتات وتأكل حيوانات وأمثلتها الإنسان إذا الإنسان صنف على مرحلتين المرحلة الأولى هو كائن غير ذات التغذية وعارفين ليه بقى غير ذات التغذية وبعدين رقم اثنين في التصنيف وهو من متنوعة الغذاء متنوعة الغذاء يستطيع الإنسان أن يحصل على الطاقة من النباتات ومن الحيوانات التي تغذت من قبل على النباتات فسمناه كائن متنوع في الغذاء فيه كمان غير ذاتية توفيلية يعني تقدر تحصل على الغذاء من كائن آخر ولكنه تسبب له الضرر يعني لما أقول بعض الددان جسم الحيوان تعمل إيه؟ بتاكل أكله بتاكل جزء من الأكل في الحالة دي غير ذاتية آ ولكنها ليست عضوية بمعنى أن هي ما أكلتش زي أكلات العشب أو أكلات اللحوم أو حتى متنوعة الغذاء ده بالعكس ده لما أكلت سببت ضرراً للكائن اللي أكلت منه وهي عادة كل الطفليات وعلى رأسها ديدان أو حشرات وفي الغالب تسبب أمراض إذن الحشرات اللي بتقدر تاخد أكلها من كائن آخر بنقول عليها توفيلية فلما أجأ أقول مثلاً على سبيل المثال البعود البعود لما بيأكل أو بيمتص دم الإنسان يبقى هنا هو غير ذاتي لأنه ما قدرش يصنع الغذاء بنفسه ومتطفل لأنه حصل على الدم وسبب ضرراً للإنسان ثالث حاجة وآخر حاجة فيه أنواع الكائنات غير ذاتية التغذية هي الرمية الكائنات المترممة مين بقى الرميات هي كائنات غير ذاتية التغذية لأنها لا تستطيع أن تصنع غذاء بداخلها ولكنها تعتمد على مواد عضوية لكائنات ماتت من قبل خلاص ماتت أو مواد عضوية أخرى زي عفن الخبز كده لما بعيش على الخبز يبقى المترممات بتعيش على مواد عضوية بتحللها وتكلها فنقول البكتيريا اللي بتعيش على جسس الموتى دي تعتبر غير ذاتية التغذية مترممة ودي مفيدة جداً فتخيلوا لو الجسس بتاعة كل الكائنات ما بتتحللش وموجودة لغاية النهاردة يبقى كانت غطت كل سطح القرى الأرضية هذه الجسس وما كانش فيه مكان للأحياء تعيش فيه عشان كده هذا النوع من البكتيريا طبيعة الغذاء بتاعته ساعدتنا على البقاء إزاي؟ نحولت المواد العضوية اللي في جسس هذه النباتات وهذه الحيوانات والإنسان وحللتها هي حصلت على الطاقة بتاعتها وفي نفس الوقت خلصتني من هذه الجسس إذن غير ذات التغذية يصنف إلى سلاسة أقسام إما يكون غير ذات التغذية عضوية إما يكون غير ذات التغذية طفيلية وإما يكون غير ذات التغذية رمية من أمثلة الكائنات غير ذاتية الرمية الفطريات التي تعيش على الكائنات الميتة أو الكائنات العضوية دي بنسميها مترممة البكتيريا اللي بتعيش على جسس الكائنات الحية كائنات رمية يعني ما قول فطر زي فطر عفن الخبز بيعيش على المادة العضوية بتاعت الرغيف العيش ويسبب عفنه هو يعتبر كائن رمي ليه؟ لأنه يعيش على مادة عضوية غير حية اللي هو رغيف العيش دي كانت الأنواع بتاعت التغذية سواء كانت الذاتية أو الغير ذاتية حلقتنا النهاردة عن التغذية الذاتية ولما أتكلم على التغذية الذاتية أتكلم على النبات الأخضر والنبات الأخضر بيقوم بعمليتين يهم عملية امتصاص الماء والأملاح وعملية البناء الضوية يبقى النبات الأخضر يحصل على غذاءه أو معنى صح يصنع غذاءه من خلال عمليتين العملية الأولى اسمها عملية الامتصاص وتعني امتصاص الماء وامتصاص الأملاح والعملية التانية عملية تسمى عملية البناء الضوية تعني أخذ أول عملية منهم اللي هي عملية امتصاص الماء والأملاح السؤال السهل اللي انتو عارفينه ايه هو جزء النبات المسؤولة عن عملية امتصاص الماء والاملاع مين في النبات المسؤولة عن امتصاص الماء والاملاع اكيد كلنا عارفين وهي الجذور يبقى جزر النبات هو المسؤولة عن عملية الامتصاص جزر النبات بيمتد منه شعيرات جذرية ايه يا شعيرات؟ هي امتدادات من خلايا الطبقة الوبرية أو طبقة البشرة الخارجية ويصل طول الشعيرة الجذرية حوالي 4 مليمتر مش أي حاجة أحط لها تعريف لازم أعرف مواصفاتها شعيرة جذرية دي امتداد من خلايا البشرة سميت خلايا البشرة في الجذر بالذات سميته طبقة وبرية والوبر هو خروج الامتداد في عمزة البطنية كده هذه الشعيرات الممتدة من خلايا بشرة جذر النبات يطلق عليها شعيرة جذرية أو شعيرات جذرية مما جعل هذه الطبقة يطلق عليها اسم طبقة وبري يبقى ليه يطلق على بشرة جذر النبات الطبقة الوبرية لأنه يمتد من خلايا بشرة جذر النبات شعيرات جذرية رفعة جدا طولها يصل إلى 4 ملي متر تحتوى على طبقة رقيقة من السيتوبلاز يعني فيها سيتوبلاز طبعا وأيضا فيها نواة وفيها فجوة عصرية إذن الشعيرة الجذرية تعتبر جزء من خلية حية حيوية هذه الخلية تساعدها على أقلام بعملية الامتصاص عمرها قد إيه؟ نحن عرفنا طولها عمرها عمرها قصير جدا في الشعيرات الجذرية لأنها ضعيفة وتتمزق بسهول مما جعل أن عمرها يتراوح ما بين عدة أيام وعدة أسابيع طب لما هتتمزق هتقدر تتعوض هذه الخلية المنتجة للشعيرات الجذرية ولا خلاص اللي يتمزق يموت وانتهى؟ لا طبعا في حالة تعويض مستمر من أي منطقة يتم تعويض الشعيرات الجذرية الممزقة كلما تمزقت الشعيرات الجذرية بعد عدة أيام أو حتى عدة أسابيع تبتدي تتعوض من منطقة في الجذر تسمى منطقة الاستطالة يبقى منطقة الاستطالة في الجذر هي المنطقة التي تعوض غياب أو فقدان الشعيرات الجذرية كلمنا على طولها كلمنا على عمرها تعالي نشوف الجزء اللي بعد كده الشكل اللي قدامي ده بيوضح شكل الشعيرات الجذرية شايفين عاملة زي الوبر إزاي؟ ده شكل الشعيرات الجذرية واضحة أوي طبقة وبرية هي واضح أوي شعر خفيف أوي تبال تقدر تعملها في البيت لما تجيب أي نوع من أنواع البذور وتنبتها في البيت وتسيبها قد أسبوع تفرج على شكل الجذر الأول وبعدين تفرج بعد كده على الشعيرات الجذرية كيف تلائم الشعيرات الجذرية وظيفتها؟ في بعض الناس ما بتفهمش كلمة ملأمة وظيفية أو معنى صح ما عداش عليه سؤال بهذا الشكل ما معنى كلمة ملأمة وظيفية؟ معناها ببساطة كيف يلائم هذا الجزء أو هذا العضو وظيفته يعني من ناحية التركيبية اللي في تركيبه يساعده على أداء وظيفته أول حاجة الشعيرات الجذرية رقيقة الجدار ولازم أسأل نفسي دايما في الملأمة وظيفية لازم كل جملة أكتبها لازم أحدد السبب لازم أفسرها لازم أقول ليه شكلها كده يبقى لما أقول نمر واحد الشعيرات الجذرية رقيقة الجدار إيه السبب رقة جدارها؟ هتستفيد من كده إيه؟ الجدار لما يبقى رقيق يبقى عملية الامتصاص سهلة رقة الجدار تساعد على انتقال الماء والأملاح من خلال اتنين كثيرة العدد لازم تبقى عدد الشعيرات الجذرية بعدد كبير جدا طب إحنا محتاجين ليه تكون عدد الشعيرات الجذرية عددها كبير؟ علشان تزود من مساحة امتصاص الماء والأملاح فيه فرق بين جذر فيه عشر شعيرات جذرية وجذر فيه ميت شعيرات جذرية وجذر فيه عشر تلاف شعيرات جذرية مين ينتص ماء أكتر؟ مين اللي فيه مساحة سطح الامتصاص تكون أكبر؟ كل ما يزداد عدد الشعيرات الجذرية الممتدة من الجذر كل ما زاد مساحة السطح اللازم لانتصاص الماء والأملاح يبقى النبات عشان ينتص كميات كبيرة من الماء والأملاح يبقى لازم يكون عدد الشعيرات الجذرية بتاعته تكون كتير جدا بالإضافة تكون رقيقة الجذار نمرة ثلاثة الملأمة رقم ثلاثة في عمل الشعيرات الجذرية لازم يكون تركيز المحلول في الفجوة العصرية أعلى من تركيز محلول الطربة يعني تركيز يعني نسبة الأملاح أو السكريات داخل الفجوة العصرية طبعا عشان أقول لك الفرق في التركيز هجيب لك خط ثلاث كبيات مية كل كباية فيها نصها مية الكباية الأولانية دوبت فيها معلقة ملح واحد كباية الثانية دوبت معلقتين كباية الثالثة دوبت خمسة مين اللي تركيزه أعلى؟ يبقى التركيز يعني إيه؟ يعني نسبة المذاب في المزيب نسبة الأملاح في المية مين أعلى؟ أكيد اللي دوبت فيه خمسة فسمي هذا المحلول أعلى تركيزا يبقى أنا عندي كباية فيها معلقة ملح واحدة مذابة في نص كباية من المية دوبت تانية فيها خمسة هل يتساوى تركيز المحليل في الاتنين الجباية؟ لا مين الأعلى تركيزا اللي دوبت فيه خمسة؟ ومين الأقل تركيزا اللي دوبت فيه معلقة؟ لو تصادف وكان فيه اتصال بين المحلولين المية تتنقل من يلي فيه؟ المية تتنقل من الأقل تركيزا في الأملاح إلى الأعلى تركيزا في الأملاح يعني مفوض تتنقل من تركيز أقل طب التركيز الأقل ده يمثله مين؟ مية الطربة طب والتركيز الأعلى يمثله مين؟ الفجوة العصرية اللي في الشعيرة الجزرية لابعشان المية تتنقل من الطربة وتدخل جوه الشعيرة الجذرية لازم يكون تركيز الأملاح في الفجوة العصارية للشعيرة الجذرية أعلى من تركيز الأملاح في ماء الطربة وانتقال الماء يسموه هنا إسموزية ينتقل الماء بظاهرة تسمى الإسموزية والإسموزية تعتمد في الأساس على الفرق في تركيز الأملاح طب لو عكسنا ايه اللي ممكن تتوقع يعني ايه عكسنا يعني خليت التربة هي اللي تركيز الاملح فيها اعلى وخليت الفجوة العصرية بتاعت النباتات تركيز الاملح فيها اقل عارفين النتيجة ايه المية اللي في الشعيرة الجزرية هتخرج للتربة مش زي ما احنا كنا متوقعين خروج المية من الشعيرة الجزرية يحصل ايه في النبات يزبل ويموت مش كده لما احب اسألك وقولك ليه الزراعة في النباتات الملحية فشلة ليه بتموت النباتات في الاراضي الملحية مشوفناش واحد عنده ارض فيها نسبة املاع عالي شعيرة عنده الزراعة احنا بقى فاهمين ليه لان تركيز الاملاع في الطربة اعلى من تركيز الاملاع في الفجوات العصرية لهذا النبات مما يترطب عليه انتقال الماء من الشعيرات الجزرية الى الطربة مما يؤدي الى زبول النبات وموت لكن لو انا عايز تكون الزراعة جيدة لازم يكون تركيز الاملاع في الطربة تركيزا منخفضا وتركيز الاملاع في الفجوات العصرية تركيزا مرتفعا يترطب عليه انتقال الماء من الطربة الى الشعيرة الجزرية وهذا يعرف بظاهرة الاسم زي يبقى تالت حاجة لازم تبقى الفجوات العصرية عليه التركيز طب النباتات الصحراوية يقولك علم ليه الفجوات العصرية في النباتات الصحراوية اعلى تركيزا علشان تضمن انتقال الماء من الطربة الى الشعارات الجزرية بنسبة مناسبة او بكمية مناسبة تعاني شوف رابع حاجة شعارات الجزرية لازم تفرز مادة لازجة لما امسك كده الشعارات الجزرية حسك انا عليها صابون المادة اللازجة دي ايه وظيفتها حكتين اتنين مادة لازجة لما تيجي الشعارات تتغلغل بين حبيبات الطربة لا تتمزق بسهول تسهل من انزلاقها ده نمرة واحد نمرة اتنين لما تبتدي تجف شوية يحصل ايه يحصل ان الشعارات الجزرية تلتصق بحبيبات الطربة التصاق الشعارات الجزرية بحبيبات الطربة فلما تلتصق بحبيبات الطربة يصعب اقتلاع الجزر من الطربة يبقى لما أجأ أسألك ليه التربة أو ليه الشعيرات الجزرية أو صعب اقتلاع النباتات من التربة الشعيرات الجزرية تفرز مادة بلازجة تسهل من انزلاقها بين حبيبات التربة لكنها تساعد على الالتصاد بحبيبات التربة مما يساعد على تثبيت النبات في التربة يبقى هم أربع حاجات لما أقول لك إيه الملأمة الوظيفية للشعيرات الجزرية واحد رقيقة الجدار ليه رقيقة الجدار؟ لكي يسهل انتقال الماء والأملاح من خلالها اتنين كثيرة العدد ليه كثيرة العدد؟ علشان تزيد من مساحة السطح اللازم لامتصاص الماء والأملاح من التربة تلاتة تتميز بوجود فجوات عصرية عالية تركيز الأملاح علشان ينتقل الماء من التربة إلى الفجوات العصرية في الشعيرات الجزرية بالاسم زي أربعة وأخيرا تفرز مادة لازجة ليه؟ عشان تسهل من عملية تغلغلها وانزلقها بين حبيبات التربة وبعد شوية تساعدها على الالتصاق بحبيبات التربة مما يجعل على صعوبة نزع النبات من التربة في درجة ان انت لو حبيت تشده جامد جداً هتلاقي الجزر خارج وخارج معاها كمية من الطامي مش خارج لوحده خارج ليه معاها كمية من الطامي؟ مع كمية الطامي دي اللي التسقت مع الشعيرات الجزرية تعاني نشوف الفيديو دوت ده فيديو بيوضح الجزور لما بتبتيجي او الصورة دي طبعاً نبقى انشغالها في وقت آخر الشعيرة الجزرية اللي هي ممتدة من البذور دي تحت سطح التربة الجزور دي لما بتوصل عند مادة معين تبتدي يخرج منها الشعيرات الجزرية تمام؟ ده الجزء الخاص في الشعيرات الجزرية قلية امتصاص الماء عندي كام خاصية تفسر امتصاص الماء امتصاص الماء معناها ان الجزر هيمتص الماء من الطربة في عندي اربع نظريات بتمثل كيف يمتص الماء او نظريات مفسرة لامتصاص الجزر للماء من الطربة اول نظرية اسمها الانتشار يعني الانتشار اقولهم الاول الاربعة بعدين نشرح واحدة واحدة الانتشار النفاذية الاسموزية التشار طول الاربع نظريات كتقديم اليوم يبقى الانتشار نفذية اسمه زية تشار نشوف الانتشار خاصية الانتشار تيجي ازاي تيجي نتيجة حركة الجزيئات او الايونات من منطقة ذات تركيز عالي طبعا لهذه الجزيئات الى منطقة ذات تركيز منخفض وده بسبب الحركة الذاتية لجزيئات المادة المنتشرة كلمة انتشار تمشي على السوائل وتمشي على الغازات يبقى المواد الزائبة والمية والغازات يطلق عليها انتشار يعني لما بتبقى موجود في مكان وتشم رائحة وليكن رائحة البوتاجاز مثلا تشعر ان فيه جزيئات انتقلت من المطبخ الى مكان وجوده ايه اللي خلها تتنقل؟ الانتشار او حركة الجزيئات او الايونات الحركة الذاتية لها علشان يحصل انتشار نجيب بسا قباية مية ونحط فيها كترة حبر ازرق او اسود او احمر هل ستظل القطرة في مكانها ولا ستنتشر؟ ولما تنتشر بعد فاطرة ايه اللي يحصل في كل كباية؟ حتى تتلون بنفس اللوم لو جدت معلقة ملح لو جدت معلقة سكر وحطيته في كباية وحتى لو مقلبتش طبعا التقليب بيساعد على الزوبان والانتشار انتشار الجزيئات في المية تسم انتشار؟ انتقالوا من منطقة تركيز هذه الجزيئات فيها عالي يروح لمنطقة تركيز فيها يكون منخفض ايه سببه؟ حركة الجزيئات وحركة الايونات حركة الجزيئات وحركة الايونات هي اللي ساعدت على انها تنتقل من منطقة تركيز عالي لمنطقة تركيز منخفض اذا دخول الماء الى الشعيرات الجذرية تفسره الظاهرة تسمى الانتشار النفاذية النظرية التانية اللي بتخش بيها المية جوة الشعيرات الجذرية النفاذية بتختلف جدر الخلايا واخشياتها في قدرتها عن نفاذية كالآتش عندنا تلات انواع من الجدر يجدار منفذ يعني منفذ يعني يسمح بنفاذ كل الجزيئات وكل الايونات زي الجدر السليولوزي لمن السليولوز وجدر غير منفذة يعني لا تسمح عكسة بق لا تسمح بنفاذ الجزيئات والايونات من خلالها زي الجدر اللي متغطية بالتلات مواد اللي بقول عليهم دلوقت الجدر اللي عليها لجنين الجدر اللي عليها كيوتين الجدر اللي عليها سيوبرين تبقى التلات مواد اللي انا قلتهم دول مواد اذا ترصبت على جدر الخلايا تمنع نفاذ الماء والاملاح من خلاله وكل ما زاد السمت كل ما كانت صعوبة في النفاذ تاني التلات مواد دولت سميناهم مواد مش بيسمحوا بنفاذ الماء من خلالهم هقولهم تاني اللي جنين الكيوتين السيوبرين تلات مواد دي مواد غير منفذة للماء فلما تترصب على جدار الخلية تمنع نفاذ الماء والاملاح من خلاله الاقصر اهمية اخشية شبه منفذة يعني شبه منفذة يعني تسمح بنفاذ بعض الجزيئات والايونات وتمنع نفاذ ايونات وجزيئات اخرى يبقى بتتحكم ايه في جزيئات بتعديها وجزيئات لا في ايونات بتعديها وايونات لا ده معناها ايه معناها ان تسمح لهذه الجزيئات والايونات بالنفاذ حسب حاجة النبات لها اكيد النبات سيسمح بنفاذ العناصر اللي بيحتاجها فقط والحاجات اللي بتدخل بطريق الخطأ برضو بيعرف يتخلص منها بعد ذلك زي ما نعرف بعد كده في الاخراج شبه منفذ يسمح بنفاذ بعض العناصر دون غيرها ويطلق على ذلك اسم النفاذية الاختيارية يبقى الجدار الخلوي للنبات جدار من السلوز اصنفه من ان نوع من الثلاثة لا جدار منفذ طيب لما اجا اقول الجدر الملاجننة او الجدر المغطى بالكيوتين او الجدر المغطى بالسيوبرين لا غير منفذة للماء ثالث نوع الاخشية اللي بتقدر تسمح بنفاذ بعض العناصر وتمنع نفاذ عناصر اخرى نسميها اخشية شبه منفذة زي الاخشية البلازمية الخاصية الاسموزية طبعا قبل ما اقول خاصية الاسموزية هحاول ان انا اشوف لو الفيديو ده اشتغل نقدر نشوف منه بعض الجزائقات اللي بتتحرك شايفين الغشاء اللي في النص ده ده غشاء بلازمي شايفين الجزائقات اللي بتبتدي تتحرك من بره الجوه نشوفها بشكل اكثر وضوحا اهي ادي الجزائقات اللي انها بني خفيف ده دي بتعدي هي تخش جوه تمام داخل خلايا لكن في جزائقات شايفينها دي مش عارفة تدخل يبقى دي اسمها نفاذية ايه اختيارية يعني تسمح بنفاذ دخول عناصر وتمنع نفاذ عناصر اخرى يبقى دخول عناصر وتمنع دخول عناصر اخرى من بره لجوه ده معناه ايه ده معناه ان تقدر ان الخلية تختار بعض العناصر وتسمح لها بالنفاذ وتمنع نفاذ عناصر اخرى دي اسمها نفاذية اختيارية الخاصية الاسموزية يعني خاصية اسموزية احنا من شوية شرحنا الاسموزية اللي موجودة في النبات يعني علشان النبات يمتص المياه بالاسموزية لازم تكون تركيز الاملاح داخل فجواته العصرية اعلى زي ما حصل لما تكلمنا عن الشعرات الجزرية فيتطلب ان يكون تركيز الاملاح في الفجوات العصرية عالي عن التربة يعني تعريف كلمة خاصية اسموزية معناها انتشار او انتقال الماء خلال اخشية شب المنفذة من منطقة ذات تركيز عالي الماء يعني تركيز الاملاح فيها منخفض اللي هي هنا التربة الى منطقة تركيز منخفض للماء اللي هو تركيز عالي الاملاح وذلك بما يعرف بالاسموزية نتيجة وجود ضغط اسموزية نفس الفكرة حركة الماء اكيد كلنا شفنا بعض الظواهر اللي في بيتنا اللي تؤكد ان الماء ممكن تخرج او تدخل من تركيز الاملاح لو تركيز الاملاح بره اعلى الماء هتخرج من الخلايا للخال ولو تركيز الاملاح جوه هو الاعلى يبقى الماء هتدخل من خارج الخلايا الى داخل حركة الماء دايما بتبقى في اتجاه تركيز الاملاح الاعلى ويسمى ذلك اسموزية لو عايز تدخل ماء بكميات كبيرة اعمل فرق في الاسموزية كبير يعني زود تركيز الاملاح او في الفجر العصرية قال لتركيز الاملاح اوي في التربة تدمن الماء تدخل بالاسموزية لكن لو تساوى لو تساوى تركيز الاملاح في التربة مع تركيز الاملاح في النبات لا في ماء هتتنقل من التربة الى النبات ولا من النبات الى التربة بالاسموزية خلاص فقط الإسموذية معناها لأن الإسموذية لازم تتنقل من تركيز أملاح أقل إلى تركيز أملاح أعلى ولما يبقى الأملاح أقل تبقى المية هي الأكتر ولما يبقى الأملاح أعلى تبقى المية هي الأقل الضغط الإسموذي يعني إيه؟ ما احنا قلنا اللي بيدفع المية للدخول ضغط نشأ عن تركيز الأملاح أو فرق تركيز الأملاح فسميته ضغط اسموزي الضغط الاسموزي هو ضغط ينشع عن تركيز المواد المذابة في الماء ويترتب عليه انتقال الماء خلال أخشية شبر منفزة وأكيد بيزداد الضغط الاسموزي بزيادة تركيز المواد المذابة في المحلوب نرجع لقصة الثلاث كبيات اللي فيهم نصهم موية لما دورت معلقة واحدة من الملح في الكباية الأولانية نصها ودورت خمسة في الكباية الثانية في نفس حجم الماء من الأعلى ضغط اسموزي كل ما يزيد تركيز الأملاح يزيد الضغط الاسموزي وكل ما يزيد الضغط الاسموزي يزيد سحب الماء من الوسط المقابل له أو الملامس له آخر خاصية اسمها خاصية التشرب وخاصية التشرب هي قدرة بعض المواد مثل المواد الغروية على امتصاص الماء فتزداد في الحج وتنتفخ كلنا عارفين لو جبت 3,4,5,6 عشر بذور ترمس فول حمص أي بذور جافة وحطيتها في كباية مية وحطيت عليها كمية من المية بعد يومين 3 اللي حصل لهذه البذور حصل لها ايه؟ اتنافخت اللي خلها تنتفخ امتصاص جدر هذه الخلايا أو هذه البذور بالمية أدى إلى تشربها والتشرب يؤدي إلى الانتفاخ بالإضافة طبعاً فيدخل المية في نتيجة فرق الإسموزية فيبقى الانتفاخ في الجدر وفي السيدوبلازم لهذه الخلايا من المواد الغروية المحبة للمية اللي لها قدرة على امتصاص المية السلولوز وشان كده جدر الخلايا النباتية لها قدرة على التشرب لوجود السلولوز البيكتين مواد موجودة في خلايا النبات لها قدرة على امتصاص المية بالتشرب والبروتينات اللي ممكن توجد في سيتوبلازم الخلايا برضو لها قدرة على التشارب يبقى في بعض المواد عندها قدرة على تشارب المية وأي مادة عندها قدرة على تشارب المية هيحصل لها انتفاخ إزاي المية تتنقل عبر الجزر هتلتسك حبيبات الطربة مع المية والأملاح وبعدين يبتدي ينتشر المية من الطربة إلى الجدر السلموزية بالتشارب ويتنقل من الطربة إلى الشعيرات زي ما قلنا في الكده بالإسموزية ويبتدي ترتفع تركيز الزائبات في الفجوة العصرية عن تركيزها في الطربة عشان كده المية انتقلت بالإسموزية يبقى عندنا طرق انتقال ممكن بالتشارب وممكن بالإسموزية وممكن بالنفاذية وممكن بالانتشار ده كله النظريات اللي احنا قلناها من قبل كده العناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات علشان يصنع غذاءه بنفسه محتاج تلات عناصر بشكل أساسي ما يقدرش أي نبات يستغنى عن عنصر من التلاتة يموت من العناصر الأساسية للنبات لكي يتمكن من تكوين غذاءه واحد كربون تنين هيدروجين تلاتة الأكسجين تلات عناصر بيسموهم العناصر الأساسية للنبات أما المغذيات وهي عناصر يحتاجها النبات بنسب متفوتة وليست أساسية فأسموها حسب حاجة النبات ليها إذا احتاجها النبات بنسبة كبيرة سموها مغذيات كبرى وإذا احتاجها النبات بنسبة ضئيلة جدا سموها مغذيات صغرى يبقى سبب التسمية مغذيات كبرى أو صغرى حسب الكمية التي يحتاجها النبات من هذه العناصر فيحتاج النبات للنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكابريد والحديد بكميات كبيرة لذا أطلقت على هذه العناصر المغذيات الكبرى بينما المغذيات الصغرى والتي يحتاجها النبات بنسبة ضئيلة وأطلق عليها عناصر أثرية مش أثرية عن نادرة الوجود لا كلمة أثرية تقصد هنا ايه؟ يقصد بها أن النبات يحتاجها بنسبة ضئيلة جدا 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 فلا يحتاج منها إلا أثار قليلة زي المنجنيز، الخرصين، البورن، الألمونيوم، كلور، النحاس، المولبيدنيوم، اليون هذه العناصر سميت بالعناصر الأثرية يحتاجها النبات بنسبة ضئيلة جدا لو نقص هذه المغذيات ممكن يؤدي إلى ايه؟ يؤدي إلى اختلال النمو الخضري أو توقفه عدم تكون الأزهار أو الثمار عدم حدوث بعض التفاعلات اللي بيحتاجها النبات وتعمل فيها هذه العناصر كمنشطات للإنزيمات امتصاص الأملاح المعدنية في مجموعة من النظريات اللي هيحصل فيها امتصاص لهذه الأملاح تفقنا أن محتاج النبات عناصر أساسية متمثلة في الكربون والهيدروجين والأكسجين محتاج مغذيات كبرى متمثلة في الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والنيتروجين والحديد والكابريت والمغنيسيوم ومتمثلة في المغذيات الصغرى التي تعمل كمنشطات وكلنا عرفنا التمن عناصر زي الخرصين والمنجنيز والبورون والألمونيوم والقلور والنحاس والموليبيدين هناك عدد من النظريات بتوضح لي آلية الامتصاص اللي هم مين؟ عندي ثلاث نظريات تفسر امتصاص الأملاح المعدنية زي النظريات اللي بتفسر امتصاص الماء عندي الانتشار النفذية الاختيارية النقل الناشط الانتشار عفتوب انتقال الأيونات من تركيز عالي لها إلى تركيز أقل بسبب الحركة وبعدين النفذية الاختيارية والنقل الناشط دول ان شاء الله نقولهم في بداية الحلقة القادمة وقت مستمتع ورائع بتوجدي معاكم ان شاء الله مكملين بهذه الطريقة ونتواصل مع بعض وفي اختام الحلقة بشكر القائمين على هذا العمل وأشكركم وإلى اللقاء مع حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته